قالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن شركة هوندا موتور ستستدعي مليون وثلاثمائة ألف سيارة من جميع أنحاء العالم بسبب وجود مشكلة محتملة في صور كاميرا الرؤية الخلفية ويشمل القرار بعض السيارات من طراز أوديسي المصنعة بين عامي 2018 و2023 وبعض السيارات من طراز باسبورت المصنوعة بين عامي 2019 و2023 ونظرا لوجود عيب في أحد الكبلات قد لا تظهر صور كاميرا الرؤية الخلفية على الشاشة وقالت هوندا أن الاستعداء يشمل مليون ومئتي ألف سيارة في الولايات المتحدة وثمانية وثمانية ألف سيارة في كندا وستة عشر ألف في المكسيك في الختام تذكير بأبرز العنوين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر